نقطة أريد أن أقف عندها عمر هكذا قال بحسب ما جاء في البخاري رقم الحديث 114 إنها الطبعة نفسها التي قرأت منها في الحلقات الماضية عن ابن عباس ذكر الحديثة إلى أن قال قال عمر إن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا السؤال هنا في سورة النحل في الآية التاسعة والثمانين بعد البسملة مما جاء فيها وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ أَقِفُوا هُنَا عند قول الآية وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ هذا يعني أن شأن الحكم مبين في الكتاب الكريم القرآن هو الذي يقول وعمر هكذا قال وَعِنْدَنَا كِتَابُ اللَّهِ حَسْبُنَا لابد أن يكون مُلِمًا بما جاء في كتاب الله فعليه حينئذ أن يطبق ما يريد كتاب الله بشأن حكومة المسلمين القرآن هو الذي يقول وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ فهل من المعقول أن الكتاب يتحدث عن أحكام التيمم ولا يتحدث عن أحكام تأسيس الحكومة الشرعية للمسلمين هل يكون هذا الأمر منطقيا نبينا تشريعا تدخل في كل شيء حتى في حالات التبول والتغوط فإن الشرع وضع أصابعه في كل جهة من جهات حياتنا فهل يُعقل أن الدين أن الشرع يتدخل في تبول الناس وتغوطهم وتغوطهم ولا يتدخل في شأن حكومتهم هذا الكلام منطقي وهكذا يخرج النبي من الدنيا ويترك الحبل على الغارب من دون اهتمام بهذا الموضوع لنفترض أن نبينا كان نبيا مهملا وترك الأمور هكذا من دون تدقيق وحكمة وتدبير ألا يوجد في المسلمين من هو مهتم بأمور المسلمين مثل ما يدعي أبو بكر وعمر من أنهم ذهبوا إلى سقيفة بني ساعد اهتماما بشأن الأمة لماذا لم يسأل رسول الله عن هذا الأمر إذا كانوا هم في هذه الغاية من الاهتمام بشأن الأمة هل هم أكثر خبرة بشأن الأمة أم رسول الله لماذا لم يسألوا رسول الله المشكلة الكبيرة أن رسول الله أراد أن يرتب شؤون الأمة هم الذين رفضوا هم الذين رفضوا واقعة رزية الخميس هكذا تقول من أن النبي أراد أن يرتب أمر الأمة ليس في زمان أبي بكر وعمر فقط وإنما أراد أن يرتب أمر الأمة إلى يوم الخيامة أن يضع لها برنامجا في كتاب يكتبه لها هذه الأمة إذا ملتزمت بذلك الكتاب لن تضل أبدا أليس هذا الكلام يتجلى بشكل واضح من تفاصيل واقعة رزية الخميس فكتاب الله يشتمل يشتمل على أمر الحكومة وأمر الحاكم لأن الكتاب هو الذي يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء هل تكذبون كتاب الله هذا هو كتاب الله هذه ما هي برواية حتى تستطيع أن تتحدث في سندها هذه آية وواضحة لا يستطيع أحد أن يقول من أن الآية هذه من المتشابهات آية واضحة وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ أَنْتَ أَنْزَلْتَ كِتَابًا بَيَّنْتَ فِيهِ كُلَّ شَيْءٍ لَكِنَّنَا إِذَا رَجَعْنَا إلى الكتاب لا نستطيع أن ندرك ذلك فإن الله قال لنا في السورة نفسها هذه الآية هي التاسعة والثمانون بعد البسملة من سورة النحل قال لنا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ قال لنا في الآية الرابعة والأربعين بعد البسملة من السورة نفسها من سورة النحل مما جاء فيها وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ إِذَنْ تِبْيَانُ كلِّ شَيْءٍ في الكتاب موكولٌ إلى رسول الله فهل أن رسول الله قصر في تبياني حقائق الكتاب ماذا تقولون أنتم هل قصر في تبياني حقائق الكتاب إذن في أي موطن بيّن النبي شأن الحكم في أي موطن تكذبون الله القرآن يقول عن نفسه من أنه يشتمل على تبيان كل شيء حكومة المسلمين شيء أو أنها ليست بشيء هل تريدون أن تقولوا من أنها ليست بشيء إذن لماذا هذه الدماء التي سفكت عبر التاريخ حكومة المسلمين شيء شيء من الأشياء وشيء مهم في حياة المسلمين وهذا الشيء المهم موجود في القرآن بيّنه القرآن لأن القرآن هو الذي يقول وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلْ شَيْءٍ ثم إن القرآن هو الذي يقول من أن الذي يُبَيِّنُ هذا القرآن رسول الله وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّل إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ والكلام هو هو في سورة نفسها في الآية الرابعة والستين بعد البسملة وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اختَلَفُوا فِيه وَهُدًا وَرَحْمَتًا لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا عَمَلِيَّةُ حَصْر عَمَلِيَّةُ حَصْرٍ وَاضِحَةً وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا هذا هو الغرض لتبين لهم الذي اختلفوا فيه فكل البيان يأتي من رسول الله هناك مقدمتان مُقَدِّمَتَانِ مُقَدِّمَتَانِ المُقَدِّمَةُ الأُولَى القرآن فيه تبيان كل شيء وحكومة المسلمين شيء قطعان بينت في هذا الكتاب من الذي يبين لنا هذا الكتاب؟ بنص القرآن بنص القرآن رسول الله إذن لابد أن رسول الله قد بيّن هذا الأمر هذه الأكذوبة التي يضحكون بها عليكم يا شبه بالسنة من أن النبي ترك الأمر إلى الأمة هذه أكذوبة إذا كان النبي قد فعل ذلك لماذا أراد أن يكتب للأمة كتاباً عاصماً؟ لماذا أراد أن يكتب لها كتاباً عاصماً؟ ثم في أي موطن النبي بيّن لنا من أن الأمر متروك للأمة في أي موطن قال النبي ذلك إذا كان النبي قد قال ذلك إذن لماذا أراد أن يكتب للأمة كتاباً عاصماً؟ لكن الصحابة وعلى رأسهم عمار هم الذين أفسدوا ذلك في موقفهم القبيح في واقعة رزية الخميس في موقفهم الذي هو موقف كفر هذا هذا موقف كفر هذا ما هو بسيئة من السيئات؟ النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يكتب كتاباً عاصماً للأمة وهذا هو موقف صحابة منع النبي هذا الموقف هذا الموقف أسوأ أسوأ من مواقف أبي جهل وأسوأ من مواقف أبي لهب وأسوأ من مواقف أبي سفيان حاربوا رسول الله لكنهم ما استطاعوا أن يمنعوا رسول الله من تبليغ رسالته الصحابة فعلوا ذلك فعلوا ذلك بسبب خيانتهم وبالمناسبة هؤلاء كانوا ملعونين لأنهم هم الذين أخروا جيش أسامة لأن النبي أراد أن يخرجهم من المدينة وأمر عليهم أسامة وهو في مقام أحفادهم أما أمير المؤمنين فقد بايعوه قبل شهرين وأيام بايعوه قبل شهرين وأيام قليلة على أنه أمير المؤمنين وعمر هو الذي قال له حينما بايعه بخن بخن لك يا علي لقد أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة هذه كلمة عمر التي تتردد في كتب التعريخ والسيار موجودة في كتب السنة قبل كتب الشيعة يريدون أن يكذبوها بإمكانهم ذلك أنا لا شأن لي بتكذيب علماء السنة لهذه الحقائق التي أبينها أنا أضع الحقائق كما هي وأقول لطلاب الحقيقة من شباب السنة أنتم ابحثوا عن الأمر بأنفسكم لا شأن لكم بي أن أكون صالحا أن أكون طالحا لأنني على يقين من أن علماء السنة مثل ما يفعلوا معي علماء الشيعة الطوسيين سيحاربونني وسيتهمونني وسيقولون عني ما يقولون في الأيام الماضية ربما كانوا يشجعون الشباب السني على متابعة هذه القناة لماذا؟ لأنني أفضح الشيعة الطوسيين لكن إذا وصل الأمر إلى فضيحة السنة السقفيين فإن القضية ستتخذ اتجاها آخر لا شأن لي بكل هذا لو كنت مهتما بهذا الأمر لاهتممت بما فعله بي ويفعلونه معي أبناء جلدتي لقد هجرت مذهب آبائي وأجدادي ولا أزنه بفردة نعلي العتيق الذي رميته في المزبلة فلا أبالي لا بهؤلاء ولا بهؤلاء ألا لعنة على السقيفتين على سقيفة بني ساعدة وعلى سقيفة بني طوس هذه حقائق هذه حقائق القرآن القرآن تبيان لكل شيء حكومة المسلمين شيء والذي يبين القرآن بأمر من الله هو رسول الله قطعا رسول الله قد بيّن ذلك هؤلاء يكذبون عليكم من أن النبي ترك الأمر إلى الأمة حتى إذا أردنا أن نقبل بهذا من أن النبي ترك الأمر إلى الأمة فبأي أسلوب بأسلوب الشورى الشورى التي أنتجت خلافة أبي بكر كانت شورى ناقصة فأين أهل البيت في تلك الشورى أين بقية الصحابة من كبار الصحابة أين هم لماذا اعترض أهل البيت على خلافة أبي بكر ولماذا اعترض سلمان على خلافة أبي بكر الذي هو من أهل البيت أيضا بقرار من رسول الله ولماذا اعترض أبو ذار الذي هو أصدق لهجة من أبي بكر وعمر بحسب رسول الله رسول الله هو الذي يقول ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذار فهو أصدق من أبي بكر وعمار وأعلنها أبو ذار في وجه أبي بكر وعمار وفي وجه عثمان رافضا فأي شورى الشورى كانت ناقصة وحتى إذا قبلنا بالشورى الناقصة لماذا لم تأتي خلافة عمر من الشورى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي وضع للأمة هذا النظام فلماذا خالف أبو بكر عن نظام وكتب عثمان بن عفان كتاب تنصيب عمر وأبو بكر في حالة إغماء أي تمازلة هذه وإذا أردنا أن نصنع عذرا لأبي بكر في هذا عمر لماذا صنع لنا شورى عجيبة جاء بالمتبقين من المبشرين بالجنة وحبسهم وصلط عليهم صهيبة وأمره بضرب أعناقه أي تشورى هذه الذين جمعهم كانوا من المبشرين بالجنة علي مبشر بالجنة بحسب أحاديث سقيفة بني ساعدة عثمان بن عفان من المبشرين بالجنة عبد الرحمن بن عوف من المبشرين بالجنة سعد بن أبي وقاص من المبشرين بالجنة الزبير بن العوام من المبشرين بالجنة طلحة ابن عبيد الله من المبشرين بالجنة هؤلاء كلهم مبشرون بالجنة جمعهم عمر وعمر أيضا من المبشرين بالجنة بقية المبشرين أبو بكر وسعيد بن زيد وهو ابن عم عمر وأبو عبيدة ابن الجراح أبو عبيدة ابن الجراح لم يكن موجودا على قيد الحياة وأبو بكر لم يكن موجودا على قيد الحياة سعيد ابن زيد ابن عم عمر لم يدخله في الشورى بقية المبشرين بالجنة جمعهم وفقا لأي حكم لأي ميزان أي تشورى هذه حبسهم في مكان وأصدر الأوامر إذا لم يتفقوا أن تقطع رؤوسهم أن تقطع رؤوس الذين يعترضون أية شورى هذه ومن هنا جاءت خلافة عثمان ما هو البرنامج الذي وضعه رسول الله للأمة أين هو القرآن يتحدث عن نفسه فيه تبيان لكل شيء والقرآن أيضا يخبرنا من أن الله أمر رسول الله أن يبين كل شيء للأمة هذه آيات سورة النحل تبصروا فيها تدبروا فيها يا شباب السنة الآية التاسعة والثمانون الآية الرابعة والأربعون الآية الرابعة والستون التاسعة والثمانون تخبرنا من أن القرآن تبيان لكل شيء والآيتان الرابعة والأربعون والرابعة والستون تتحدثان عن أن الله أمر رسول الله ببيان حقائق القرآن للناس هذا يعني أن النبي قد بيّن للأمة كيف ستكون حكومتها وكيف ستحكم ومن هو الحاكم النبي بيّن ذلك في بيّعة غدير خوم والأمر انتهى منذ ذلك الوقت وجيش وجيش جيش أسامة وجعل الصحابة جميعا تحت إمرته وأراد أن يخرجهم من المدينة لأنه كان عالما وعارفا بنفاقهم وبضلالهم لكنهم خالفوا أمر النبي عندهم مؤامرة عندهم مخطط وهذا هو الذي جرى جرى على أرض الواقع والنبي صلى الله عليه وآله لعن المتخلفين عن جيش أسامة هذا الذي جرى النبي بيّن الأمور والقرآن بيّن الأمور لكن صحابة ذهبوا بعيدا في ضلالهم وعدائهم لرسول الله وآل رسول الله لماذا منعوا النبي الأعظم من كتابة الكتاب العاصم لهذه الأمة أذكركم بما جاء في حديث رزية الخميس أقرأ من البخاري عن ابن عباس لما اشتد بالنبي وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده قال عمر إن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط قال قوموا عني قوموا عني قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه من الذي حال بينه وبين كتابه عمر والصحابة ما هذه حقيقة واضحة القرآن بين لنا نظام الحكم والنبي شخص لنا ذلك إذا ما ذهبنا إلى سورة النساء وإلى الآية التاسعة والخمسين بعد البسملة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ الآية واضحة جدا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ طاعة أُولِي الْأَمْرِ كطاعة الله وطاعة رسوله ويؤكد هذا المعنى ما جاء في الآية الثالثة والثمانين بعد البسملة من سورة نفسها من سورة النساء وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاع به لا يمتلكون حكمة ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا يعني من دون اتباع هذا البرنامج ستتبعون الشيطان قليلون سيتبعون هذا البرنامج الأكثرية سيخالفونه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا وفعلا هذا هو الذي حدث على أرض الواقع قليلون هم الذين اتبعوا برنامج رسول الله الأكثرية اتبعت برنامج الشيطان الآيتان واضحتان هناك أولو الأمر في الآية التاسعة والخمسين بعد البسملة من سورة النساء يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَهِ وأولي الأمر منكم فأولي الأمر طاعتهم جاءت في سياق طاعة الله وطاعة رسوله وهنا في الآية الثالثة والثمانين بعد البسملة من سورة النساء وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأمرِ منهم لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ فجاء السياق واحدا أن يرد الأمر إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم هؤلاء أولي الأمر هل هم من الصحابة؟ سؤال هل هم من الصحابة؟ مر علينا الكلام من أن الصحابة في الكتاب كله مُدِحُوا وَذُمُّوا وَذُمُّوا ذَمًّا قَبِيحًا إنما جاء الذم قبيحا من قباحتهم وليس من الكتاب الكتاب جميل لكن القباحة هي قباحة الصحابة فجاء الذم قبيحا بسبب قذارتهم وقباحتهم نساء النبي مُدِحْنَ وَذُمِمْنَا القُرْبَ هُمُ الَّذِينَ مُدِحُوا وَمَا ذُمُّوا فهل يُعقلوا أن أولي الأمر يكونون من الذين مُدِحُوا وَذُمُّوا ذَمًّا قَبِيحًا وَلَا يَكُونُونَ مِنَ الْقُرْبَ الَّذِينَ مُدِحُوا وَلَا ذُمُّوا أَهل يُقْبَلُوا هَذَا الْكَلَامُ؟ الكلام ليس منطقيا فلابد أن أولي الأمر من هذه المجموعة التي مُدِحَت وَمَا ذُمَّت من مجموعة القرب من مجموعة أبناءنا نساءنا أنفسنا في الآية الحادية والستين بعد البسملة من سورة آل عمران إنها آية المباهلة من هذه المجموعة من مجموعة أهل البيت من مجموعة العترة التي ذكرت في الأحاديث الصحيحة التي قرأتها عليكم من صحاح السنة وهم يقولون عنها إنها أحاديث صحيحة من علمائهم المتقدمين ومن علمائهم المعاصرين وقد قرأت ما قرأت عليكم ذلك من كتبهم من كتب القدماء ومن كتب المعاصرين أولو الأمر هؤلاء هموا هموا العترة الطاهرة لا يمكن أن يكونوا من الصحابة سأبين ذلك لكم ولكن بعد الفاصل ماذا نقرأ في تأريخ الطبري؟ وهذا هو الجزء الثاني من طبعة دار صادر بيروت لبنان الطبعة الثانية 2005 ميلادي صفحة 516 لقطة مما جرى في سقيفة بني ساعدة حينما تلصص الصحابة وذهبوا كاللصوص إليها وأنجزوا مؤامرتهم اللعينة هذا جزء من الذي جرى في سقيفة بني ساعدة فأقبل الناس من كل جانب يبايعون أبا بكر هذه حكاية لها تفصيل إذا أردنا أن نقرأ ما قبل هذا أن أسلم قبيلة بدوية عرفت بالجفاء والغلظة ويبدو أن الجماعة قد اتفقوا معهم أن يدخلوا المدينة كي يبايعوا أبا بكر وإلا فهم قوم يعيشون في الصحراء من الذي جاء بهم إلى المدينة في تلك اللحظة وجاءوا إلى سقيفة بني ساعدة بينما الصحابة ذهبوا يتلصصون إلى تلك السقيفة حتى لا يستشعر بهم الهاشميون الهاشميون ومن معهم من صحابة النبي ذهبوا يتلصصون واجتمعوا هناك وعقدوا سقيفتهم المشؤومة وإذا بقبيلة أسلم بهؤلاء البدو دخلوا المدينة على حين غر من الذي جاء بهم برنامج مرتب أن أسلم أقبلت بجماعتها حتى تضايق بهم السكك الأزقة فبايعوا أبا بكر فكان عمر يقول ما هو إلا أن رأيت أسلم فأيقنت بالناصر بالنصر على من بالنصر على علي وشيعته هذا كلام عمر بالنصر على من أن أسلم أقبلت بجماعتها حتى تضايق بهم السكك سكك المدينة فبايعوا أبا بكر فكان عمر يقول ما هو إلا أن رأيت أسلم فأيقنت بالناصر أمر مبيت مدبر إلى أن يقول طبري فأقبل الناس من كل جانب يبايعون أبا بكر وكادوا يطعون سعد بن عبادة لأن سعدا كان في السقيفة أيضا لكن الرجل كان مريضا فكان طريحا على الأرض وقد رفض بيعته قتلوه بعد ذلك السقيفة سقيفة بني سعد هي التي قتلته وقالوا من أن الجن هم الذين قتلوا ورتبوا لذلك حكاية وشعرا لا مجال للخوض في تفاصيل هذه الدقائق وكادوا يطعون سعد بن عبادة وهو من شيوخ الأنصار من كبرائهم فقال ناس من أصحاب سعد اتقوا سعدا لا تطعوه انتبهوا فقال عمر اقتلوه قتله الله لماذا؟ لأن سعدا رفض بيعته هذه هي الشورى التي انتجت خلافة أبي باكر قال عمر اقتلوه قتله الله ثم قام على رأسه عمر قام على رأسه سعد بن عبادة الرجل كان مريضا طريحا على الأرض فقال لقد هممت ان اطأك عمر يطعه لقد هممت ان اطأك حتى تندر عضدك حتى تندر حتى تسقط تتساقط أعضاؤك حتى تندر عضدك فأخذ سعد بلحية عمر فقال والله لو حصصت منه شعرة ما رجعت وفي فيك واضحة لو حصصت منه شعرة من عضده ما رجعت وفي فيك واضحة واضحة انها الاسنان التي تكون واضحة حينما يتحدث الانسان حينما يبتسم الانسان فقال فقال أبو بكر مهلا يا عمر الرفق ها هنا أبلغ فأعرض عنه عمر هؤلاء هم صحابة النبي الذين يحدثنا القرآن عنهم في سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه الشداء على الكفار رحماء بينه هؤلاء هم هذه الأوصاف تنطبق على سلمان على المقداد على أبي ذار ونظرائهم لا تنطبق على هؤلاء هذا هو حاله هل هذه شورة أية شورة هذه مؤامرة مدبرة واضحة وإذا كانت هذه شورة وقبلنا بها إذن لماذا لم يعمل بها أبو بكر في تنصيب عمر لماذا لم يعمل بها عمر في تنصيب عثمان لماذا ولماذا ولماذا لماذا لم يعمل بها أحد من بني همية ومن بني العباس أين هي هذه الشورة في أي مكان هل هي في قصص ألف ليلة وليلة أم في حكايات أبي زيد الهلالي في أي مكان هذه الشورة التي لم تطبق عبر التأريخ الإسلامي ولا مرة واحدة ولا مرة واحدة أين هي هذه الشورة إذا كان النبي وضع الشورة نظاما لحكومة المسلمين أكاذيب هذه أكاذيب ضحك على الذقون النظام الذي وضعه الله هو نظام أولي الأمر الذين طاعتهم كطاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمر هؤلاء هم الذين مدحوا في القرآن ولم يذموا هم القربة لأن الذي يكون حاكما على المسلمين لا بد أن يكون جهة مأمونة أنا أسائل إنصافكم يا شباب السنة لا شأن لي برجال الدين ولا شأن لي بكبار السن هذه المشكلة موجودة في الجو الشيعي أيضا رجال الدين كذابون سفلة كبار السن هؤلاء مخلوقات قد انتهى عمرها الافتراضي عقول متحجرة عقول هيمن الغباء عليها هذا الغباء الذي صنعه رجال الدين عبر الأجيال صار غباء موروث صار جزءا من التكوين البشري للسنة والشيعة وإن كانت القضية عند الشيعة أقبح لذا فإن شباب السنة هكذا أعتقد من أنهم أوعى كثيرا من شباب الشيعة مخدوعون شباب السنة مثلما شباب الشيعة مخدوعون لكن نسبة الغباء المصنوع في عقولهم أقل بكثير طبقة الغباء خفيفة بخلاف شباب الشيعة فإن طبقة الغباء كثيفة هتعلمون لماذا لأن علماء السنة لا يحتاجون شباب السنة كثيرا في قضية الأموال هم يعتمدون على الحكومات وعلى العلاقات مع الأمراء والملوك علماء السنة في العراق مثلا يعتمدون على الحكومة في تحصيل الأموال وبعد ذلك يعتمدون على علاقات شخصية مع بعض التجار لا علاقة لها بالأمر الديني ويعتمدون على علاقاتهم مع الأمراء والملوك في دول الخليج أو في دول أخرى فهم يحتاجون شباب السنة لتكثير السواد حولهم بخلاف علماء الشيعة فإنهم يعتمدون اعتمادا أساسيا خصوصا ما قبل 2003 علماء الشيعة في العراق الآن سرقوا أموال العراق ولكن قبل 2003 كانوا يعتمدون اعتمادا كبيرا على أبناء الشيعة ولذا فإنهم تخصصوا في صناعة الغباء المكثف والمكثف جدا في العقل الشيعي من هنا أعتقد من أن الشباب السنية يستجيب للحقائق بنحو أسرع ونحو أقوى من الشباب الشيعي لأن الشباب الشيعية قد عطلت عقوله أنا أنا أقول للشباب السني أخاطب إنصافكم الذين يتحدث القرآن عنهم بهذه الطريقة هل يكونون موردا لحسن الظن فيهم كي نجعلهم الأمناء على الدين وأهل الدين البدريون البدريون في واقعة بدر قرأت عليكم من سورة آل عمران الآية الحادية والستين بعد المئة بعد البسملة وما كان لنبي أن يغل أن يسرق لقد اتهموا رسول الله بسرقة قطيفة حمراء من غنيمة بادر هؤلاء الذين سرق بعضهم القطيفة ما اتهموا بعضهم اتهموا رسول الله كيف نثق بهم قطعا ليس كل الذين حضروا في بدر اتهموا رسول الله البعض منهم لكننا نتحدث الآن عن الصحابة بشكل عام فهل أولو الأمر يأتون من الصحابة الصحابة هؤلاء هم الذين اتهموا رسول الله يوم بدر بالسرقة وفي يوم أحد لقد فروا من ساحة المعركة وتركوا رسول الله وأول الفارين أبو بكر وعمر وعثمان وفرار عثمان في يوم أحد فضيحة فرار عثمان في يوم أحد صار علامة مميزة بين كل حالات الفرار لماذا كتب السنة هي التي تحدث بأن عثمان فر في يوم أحد ولم يرجع إلى المدينة إلا بعد ثلاثة أيام لقد فر فرار بعيدا هذه الكلمة التي تتردد على الألسنة حينما يبالغ شخص بشيء ويقال له لقد ذهبت بها عريضة هذه كلمة رسول الله قالها لعثمان ابن عفان لما فر في يوم أحد وما رجع إلى المدينة إلا بعد ثلاثة أيام فلما رآه رسول الله قال يا عثمان لقد ذهبت بها عريضة أي فرار هذا لقد فر فرار غريبا يا عثمان لقد ذهبت بها عريضة بعد ثلاثة أيام عاد إلى المدينة عمر في واقعة حنين هذا البخاري أقرأ عليكم من البخاري رقم الحديث أربعة آلاف ثلاثمية واثنين وعشرين من الباب السادسي والخمسين من كتاب المغازي بسنده عن أبي محمد مولى أبي قتاد أن أبا قتادة قال لما كان يوم حنين إلى أن تقول الرواية وانهزم المسلمون وانهزمت معه المسلمون انهزموا في يوم حنين القرآن يتحدث عن هذا في سورة التوبة في الآية الخامسة والعشرين جاء فيها ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين في أوائل الفارين أبو بكر وعمر هذا البخاري يقول نقلا عن أبي قتادة وانهزم المسلمون وانهزمت معهم فإذا بعمر بن الخطاب في الناس في الناس المهزومين فقلت له ما شأن الناس لماذا هربوا قال أمر الله هذا أمر الله ينسبون القبائح إلى الله الله ما أمركم بالفرار في سورة الأحزاب ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤول قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا حالة الفرار مستمرة وفي خيبر في خيبر في خيبر فضيحة بجلاجل فضيحة بجلاجل أنا لا أستطيع أن أغطي كل هذه الوقائع إذا سنحت لي فرصة في قادم الأيام فإني سآتيكم بكل أمهات المصادر من المكتبة السنية التي تحدثنا عن فرار كبار الصحابة في مختلف الوقائع إذا سنحت لهذه الفرصة في قادم الأيام فإني سأفعل ذلك في أحد إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم هؤلاء كيف يثقوا به في الآية الخامسة والخمسين بعد المئة بعد البسملة من سورة آل عمران إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه عفى الله عنهم عن جرمهم في تلك الواقعة وإلا فإنهم فروا في خيبار وفروا في حنين وفروا وفروا وأقبح مواقفهم في يوم الخندق حينما عبر عمر ابن عبد ود العامر الخندق وأخذ يستهزئ بالمسلمين ويستهزئ بدينهم النبي قال لهم من أن أي أحد منكم يخرج إليه فإني ضامن له على الله الجنة أطرق برؤوسه إنها الفضيحة التي يحدثنا القرآن عنها في سورة الأحزاب وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ولكن حقيقة الإيمان كانت تتحرك على الأرض في علي بن أبي طالب فبرز الإيمان كله إلى الشرك كله كما قال سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وأهله هذا الذي يمكن أن نثق به أما هؤلاء لا يثق به لا يمكن أن يكون القرآن يقرن طاعة هؤلاء مع طاعة الله وطاعة رسوله هؤلاء لا يثق به هؤلاء الذين يلتصقون ببيت رسول الله لأجل الطعام ولأجل الحديث كما في سورة الأحزاب نفسها إلى الحد الذي كانوا يؤذون رسول الله إن ذلكم كان يؤذي النبي أنتم تؤذون رسول الله ما هذه الأخلاق القبيحة إذا ما دعاكم النبي لطعام تأتون قبل الموعد تأتون قبل الموعد وبيت النبي ما كان كبيرا جدا كان صغيرا وعائلته كبيرة كانوا يأتون قبل الموعد النبي يضرب لهم موعدا يأتون قبل الموعد وحتى بعد أن تنتهي ولم يبقون ملتصقين بالأرض ولكن حينما فرض الله أن يدفع درهما لزيارة رسول الله لم يأتي أحد منهم مثل ما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية ولا بزون ولا بزون بزون يعني هر ولا بزون حينما نزلت آية النجوى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجوىكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر الآية بينت فضل ذلك ذلك خير لكم وأطهر لكن القوم لم يأتي واحد منهم لا أريد أن أقول من أن علي يستثنى من كل ذلك علي يستثنى من كل قبيح وعلي يذكر عند كل جميل هذا هو علي هذا علي الذي ينزه عن الرذائل وتجتمع فيه كل الفضائل هذه الجهة الموثوقة هؤلاء هم أولو الأمر هذا العنوان الأول من عناوين أولي الأمر لو كان في الصحابة من خير لما تركوا رسول الله قائما يخطب في صلاة الجمعة وتركوا المسجد لن أقرأ إلا من البخاري من صحيح البخاري صفحة 893 كتاب تفسير القرآن إنه الباب الثاني رقم الحديث 4899 بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أقبلت عير قافلة تجارية أقبلت عير يوم الجمعة ونحن مع النبي ونحن مع النبي فثار الناس الصحابة الصحابة كلهم رجالا وانحساء فثار الناس إلا اثنى عشر رجلا فأنزل الله وإذا رأوا تجارة أو لهو انفضوا إليها إلا اثنى عشر رجلا كل الصحابة خرجوا إلا هؤلاء إلا اثنى عشر رجلا هل يثقوا بالصحابة لا يثقوا بهم رسول الله في صلاة الجمعة وهو يخطب فيهم ما إن سمعوا صوت الطبول والدفوف حتى خرجوا من المسجد الوقت يجري سريعا وإلا فعندنا الكثير من الروايات والأحاديث لكنني سأقرأ عليكم رواية ذكرها ابن شهر آشوب المازندراني الشيعي الشيعي في كتابه مناقب آل أبي طالب وهذه الطبعة طبعة دار الأضواء الطبعة الثانية المصححة والمنقحة ألف تسعمية واحد وتسعين ميلادي هذا هو الجزء الثاني صفحة مية وستة وستين نقل الرواية عن كتب المخالفين للعترة الطاهرة نقلها عن تفسير مجاهد وأبي يوسف يعقوب ابن أبي سفيان قال ابن عباس في قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما أن دحية الكلب وهو تاجر معروف من تجار المدينة أن دحية الكلب جاء يوم الجمعة من الشام بالمسيرة بالقافلة فنزل عند أحجار الزيت في مكان مجاور للمدينة من بقاع المدينة فنزل عند أحجار الزيت ثم ضرب بالطبول ليؤذن الناس بقدومه كيعرف الناس من أنه قد قدم فانفض الناس إليه الذين كانوا في مسجد النبي في صلاة الجمعة بحسب رواية ابن عباس فانفض الناس إليه إلا علي والحسن والحسين وفاطمة صلوات الله عليهم هذا يعني أن نساء النبي أيضا خرجن من المسجد إذا كانت فاطمة حاضرة للصلاة فهي لم تكن حاضرة لوحدها فهناك نساء النبي ونساء المهاجرين والعنصار فانفض الناس إليه إلا علي والحسن والحسين وفاطمة صلوات الله عليهم وسلمان وأبو ذار والمقداد وصهيب وترك النبي قائما يخطب على المنبر فقال النبي صلى الله عليه وآله لقد نظر الله يوم الجمعة إلى مسجد في تلك اللحظة فلولا الفئة الذين جلسوا في مسجد لن ضرمت المدينة على أهلها نارا وحصبوا بالحجارة كقوم لوط مثل ما أقرأ عليكم من كتب السنة أقرأ عليكم من كتب الشيعة وإن كان هذا الكتاب في الحقيقة ما هو من كتب الشيعة كتاب مناقب آل أبي طالب نقله ابن شهر آشوب المازندراني عن كتب المخالفين أكثر ما فيه مأخوذ من كتب المخالفين من كتب مخالفين العترة الطاهرة لكنني مثل ما أقرأ من كتب السنة أقرأ من كتب الشيعة هل نقل عن الشيعة هل نقل عن السنة لا أبالي هذه معطيات وحقائق أضعها بين أيديكم وأنتم احترموا عقولكم احترموا عقولكم ودققوا في هذه المعلومات أنا لا أفرض على أحد أن يقبل كلامي فهل يوثقوا بهؤلاء الصحابة الذين هم في هذا الحال السيء هذه الأوضاع السيئة والسيئة جدا والقبيحة والقبيحة جدا هذه تجعلنا لا نحسن الظن به لا نستطيع أن نتصور أن الله يجعل هؤلاء أولي الأمر ويجعل طاعتهم كطاعته وطاعة رسوله هذا الكلام ليس منطقيا لا يمكن أن يقبل حينما نقرأ في سورة النساء في الآية الثالثة والثمانين بعد البسملة وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاع به هذه الطبيعة طبيعة الذين يكونون قلقين وهؤلاء هم الذين يفرون في المعارك الذين لا يسيطر القلق عليهم لن تكون أخلاقهم وطباعهم هكذا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاع به هؤلاء هم الفرارون أنفسهم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم هؤلاء هم الراسخون في العلم والراسخون في الإيمان هؤلاء هم القربى هؤلاء هم الذين عبر عنهم في واقعة الخندق برز الإيمان كله إلى الشرك كله هؤلاء هم الذين عبر عنهم وعن سيدهم وعن أولهم من أنه الكرار غير الفرار هذا المتزن هذا الوقور عند الهجاهس هذا العظيم الذي لا تعصف به العواصف هذا الذي تقدم فقلع الباب وفتح الحصون هو هذا هذا الذي يستنبط الحقائق وليس أولئك الذين يفرون من أول لحظة في المعركة وبلغت قلوبهم إلى الحناجر لما عبر ابن عبد ود العامر الخندق هؤلاء لا يثق بهم ولا يمكن بأي وجه من الوجوه أن الله سبحانه وتعالى يسلطهم على الأمة ويجعل طاعتهم كطاعته وطاعة رسوله يساوي فيما بينهم وبين محمد صلى الله عليه وآله الذي تكون طاعته كطاعة محمد هو الذي تحدث القرآن عنه في آية المباهلة وأنفسنا وأنفسكم هذا الذي طاعته كطاعة محمد حقائق القرآن واضحة واضحة جدا نذهب إلى فاصل هؤلاء الذين عاقبتهم هذه كما في صحيح البخاري وقد قرأت الحديث عليكم في الحلقات المتقدمة إلا أنني أذكركم به باب في الحوط صفحة 1167 رقم الحديث 6587 بسند البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنها الصلاة البتراء لقد بثروا الدين بتروا كل شيء فما هو بغريب أن تكون صلاتهم صلاة بتراء النبي يقول بحسب حديث أبي هريرة بين أنا قائم في عرصات القيامة بين أنا قائم إذا زمرة مجموعة كبيرة إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلوم هلوم تعالوا خلفي لا علاقة لكم بمحمد طريقكم ليس من هنا هلوم فقلت أين قال إلى النار والله قلت وما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة هؤلاء هؤلاء هم الصحابة ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بين وبين هم فقال هلوم هلوم لا علاقة لكم بمحمد طريقكم من هنا إلى جهنم فقال هلوم قلت أين قال إلى النار والله قلت ما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة النبي يقول يتحدث عن أصحابه فيقول فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعام القرآن يصدق هذا في الآية الرابعة والأربعين بعد المئة بعد البسملة من سورة آل عمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم الخطاب للجميع ما قالت الآية انقلب بعضكم وهذا هو الذي تحقق على أرض الواقع بحسب أحاديث العترة لم يبقى على الإيمان إلا ثلاثة مع أمير المؤمنين سلمان والمقداد وأبو ذار هذا القرآن منطقه واضح وهذه أحاديث البخاري وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل لما وضع هذا الإحتمال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم الجميع الخطاب للجميع ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكري الشاكرون هؤلاء الثلاثة الذين كانوا مع علي ورجع بعد ذلك من رجع إلى الحق هذا بحسب أحاديث العترة الآية تؤيد ما جاء في أحاديث العترة والبخاري أيضا فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم الكلام واضح وواضح جدا إنني أخاطب طلاب الحقيقة لا شأن لي بالسنة السقفيين أخاطب الذين يبحثون عن الحقيقة ولا أطلب منهم أن يصدقوني ولا أطلب منهم أن يتبعوني فأنا لست بنافع لهم أنا ناقل أنا أنقل الحقائق وأضعها بين أيديهم فليحترم عقولهم وليتفحص الحقائق بأنفسهم أعتقد أن صورة باتت واضحة وواضحة وجلية جدا هناك مؤامرة كبيرة هذه المؤامرة حيكت ضد رسول الله وآل رسول الله التفاصيل كثيرة الوقت يجري سريعا وأنا أحاول أن أجمع أطراف الحديث بقدر ما أستطيع بنحو موجز نذهب إلى فاصل نقطة أريد أن أشير إليها بعد كل البيانات المتقدمة صار واضحا واضحا وواضحا جدا هناك مؤامرة هناك مؤامرة وهناك تضييع للحقائق وهناك كذب وافتراء على رسول الله وآل رسول الله المشكلة ليست خاصة بالسنة وليست خاصة بالشيعة هناك برنامج شيطاني طبق على هذه الأمة على الذين يقولون نحن سنة وعلى الذين يقولون نحن شيعة الشيطان استطاع أن يحقق برنامجه لا أريد أن أتحدث عن الأجيال السابقة والذين كانوا سببا في ضلال هذه الأمة إلا أن المشكلة تركزت في العصر العباسي حينما أسس العباسيون مذاهب الضلال إنها مذاهب سقيفة بن ساعد ومذهب سقيفة بن طوس هذه المذاهب العباسية هي التي جرت الويلات علينا نحن الذين نعيش في هذا العصر قطعا هم نتاج للأجيال السابقة هم نتاج لسقيفة بن ساعد وما تفرع عنها من التفاريع في الزمان الأموي في الزمان العباسي وإلى وقتنا هذا هناك مؤامرة واضحة وهناك نبي مصطنع النبي الذي حدثتكم عنه وفقا لمعتقدات سقيفة بن ساعد ووفقا لمعتقدات سقيفة بن طوس لا علاقة له بنبي القرآن ولا علاقة له بنبي دين العترة هذا نبي مختلق نبي مزيف هناك دين مزيف هناك عقيدة مزيفة وهناك نبي مزيف لقد عردت الحقائق كاملة بين أيديكم وأنا عردتها على سبيل الأنموذج إذا عردت أن أفصل وأن أتناول جميع الذي ورد في كتب المكتبة السنية وفي كتب المكتبة الشيعية وحق الزهراء إني لقادر على ذلك لكن هذا سيحتاج إلى المئات والمئات من الحلقات وأين هو العمر وأين هو الزمان وأين هو الوقت إنني عردت وأعرض دائما نماذج تكشف عن حقيقة الموضوع الذي أتحدث عن لكنني عردت بين أيديكم نماذج مهمة جدا وهنا نقطة أخرى لا بد أن أشير إليها ما يسمى بعلم الرجال الوسيلة الشيطانية التي استعان بها الشيطان عبر علماء السنة وعبر علماء الشيعة لتهديم دين الله هدموا دين الله بهذه الوسيلة الشيطانية لقد أبطلته أبطلته إبطالا واضحا من خلال آيات الكتاب الكريم وتحدثت عن هذا الموضوع كثيرا يمكنكم أن تعود إلى الحلقات إلى البرامج المختصة بهذا الموضوع لكنني أريد أن أثير إثارة مجزة هنا أقول إن هؤلاء الذين لم يوفقوا ولم يستطيعوا أن يقيموا نبيهم التقييم الصحيح مع توفر المعطيات الحقيقية في القرآن التي يستطيعون أن يعتمدوا عليها في تقييم نبيهم وما قيموه تقييماً صحيحاً كيف يستطيعون أن يقيموا رواة الأحاديث كيف يستطيعون أن يقيموا الرجال وهم لا يمتلكون المعطيات الحقيقية لتقييمهم ألا تلحظون كيف أن الشيطان عبث بهم وعبث بنا عبث بهذه الأمة من المجموعتين من المجموعتين من السنة ومن الشيعة ما استطاعوا أن يقيموا نبيهم التقييم الصحيح مع توفر المعطيات القطعية والواضحة في الكتاب الكريم والتي لا مجال للنقاش فيها لم يقيموا نبيهم التقييم الصحيح مع توفر كل المعطيات الصحيحة كيف يستطيعون أن يقيموا رجال الحديث رواة الحديث من دون معطيات أو مع معطيات هزيلة كيف يستطيعون ما ينتجه علم الرجال ينتج الفساد وينتج الجهالة والسفاهة وهكذا بني دين السنة وبني دين الشيعة على الأكاذيب والجهالات والسفاهات والتفاهات من الآخر لأن دين السنة بني على علم الرجال في التفسير في السيرة في العقائد وفي الفتاوى وفي سائر شؤون الدين الدين يؤخذ من النصوص نصوص القرآن أيضا هي بحاجة إلى نصوص حديثية الدين في نصوص الحديث والسنة والشيعة يتعاملون مع الحديث وفقا لعلم الرجال وهذه هي حقيقة علم الرجال أكاذيب وجهالات وسفاهات وتفاهات هكذا هو دين السنة وهكذا هو دين الشيعة دين الحقائق هو دين العترة دين العترة نبينا الأعظم هذه وصيته أوصانا بالتمسك بالثقلين بكتاب الله وعترته ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا هذا هو دين العترة الذي هو دين محمد الذي هو دين الله ورضيت لكم الإسلام دين هو هذا هذا دين الحقائق أما الدين الذي ينسب إلى سقيفة بني ساعدة والدين الذي ينسب إلى سقيفة بني طوسي حقيقته أكاذيب جهالات سفاهات تفاهات والسبب علم الرجال والحقيقة بين أيديكم علماء السنة وعلماء الشيعة ما استطاعوا أن يقيموا رسول الله تقييما صحيحا وعرضت بين أيديكم يوم أمس ماذا يقول السنة وماذا يقول الشيعة من ضلالهم وترهاتهم وسخافاتهم وحقاراتهم بل إنه كفر صريح بحق رسول الله صلى الله عليه وآله فهم لم يستطيعوا أن يقيموا النبي الأعظم مع وجود المعطيات الحقيقية الواضحة في القرآن كيف يستطيعون أن يقيموا رواة الحديث في حالة انعدام المعطيات أو في حالة وجود معطيات هزيلة ولا توجد معطيات حقيقية كمعطيات القرآن بحق رسول الله ومع ذلك فلقد قيموا رسول الله تقييما باطلا كيف نثق بهم وبتقييمهم وكيف نثق بدينهم وبعلمهم مهزلة شيطانية واضحة صريحة نذهب إلى فاصل وصلتني في هذه الأيام في أيام هذه الحلقات وصلتني أسئلة بشكل مباشر بالوسائط من شباب سني يقولون إننا اقتنعنا بالذي تقوله ولكنك في الوقت نفسه أبطلت دين الشيعة فماذا نصنع نحن اقتنعنا بالذي بينته من فساد دين السنة لكنك في الوقت نفسه وقبل ذلك أبطلت دين الشيعة فماذا نصنع أقولها أقولها لهم ولكل طالب حقيقة إنني حين أقول لكم لا أطلب منكم أن تصدقوني وحق الحسين وحق الحسين إنني إنني أتحدث بصدق هذا ما هو كلام للإعلام وهذا ما هو كلام لخداعكم أنا لا أطالبكم ولا أطالب أي أحد أن يصدقني لست بعاجة إلى ذلك لا أطالبكم أن تصدقوني قطعا الذي لا يطالب الناس أن يصدقوا هو لا يريد منهم أن يتبعوه لا أطالبكم أن تتبعوني وإنني أرفض رفضا قاطعا أن يصنع مني عجل بشري أو صنم بشري يريد بعض الناس أن يفعلوا ذلك تلك مشكلتهم فهل يذهبوا بما يصنعون إلى الجعيم أكانوا من الشيعة أكانوا من السنة أم كانوا من أفراد عائلتي فهل يذهبوا بما يصنعون إلى الجعيم أنا أنقل لكم الحقائق وأقول لكم احترموا عقولكم ولا تصدقوا الأكاذيب التي ستسمعونها من عمائمكم يا شباب السنة عني أو من أحزابكم أو من سياسيكم لا شأن لكم بي أكنت عميلا للمخابرات الدولية أم كنت عميلا لإيران أم كنت عميلا للسعودية أم كنت عميلا للماسونية أم 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 هذا شأني وهذه مشكلتي عودوا إلى الحقائق وعودوا إلى مصادركم وتفحصوا الأمر بأنفسكم ولا تعودوا إلى رجال الدين لن يفسحوا لكم مجالا سيحاربونكم إنني أخاطب طلاب الحقيقة من شباب السنة وأقول لهم قفوا على الأمر بأنفسكم ولا تستعينوا بأي أحد من الشيعة حتى تتأكدوا بأنفسكم حتى تصلوا إلى الحقيقة بأنفسكم لأنكم إذا وصلتم إليها بمعونة شخص آخر بإمكان شخص ثالث أن يخرجكم من المسار الصحيح هذا الأمر هكذا علمنا أئمتنا العترة الطاهرة لا أتحدث عن أئمة الشيعة الطوسيين إنهم صنعوا لهم أئمة لهم هم غير أئمة العترة الأسماء متشابهة الحقائق مختلفة مثلما يقول السنة من أن نبيهم محمد لكن محمد الذي صنعوه في كتبهم في صحيح البخار وغيره يشابه محمد العترة بالإسم فقط في الحقيقة هناك تناقض كامل بين المحمدين والأمر هو هو بالنسبة للشيعة الطوسيين أسماء الأئمة تتشابه مع أسماء أئمة دين العترة لكن الحقائق تتناقض بالكامل الحكاية هي الحكاية ابحثوا عن دينكم بأنفسكم أئمتنا هكذا يقولون لنا من دخل في هذا الأمر في دين العترة الطاهرة من دخل في هذا الأمر بالرجال أخرجه منه الرجال ولذلك أقول لكم لا تصدقوني لا تجعلوني سببا لدخولكم في دين محمد في دين العترة الطاهرة الذي لا هو بدين السنة ولا بدين الشيعة لا تجعلوني سببا مثلما أدخلتكم يأتي رجل آخر يخرجكم من دخل في هذا الأمر بالرجال أخرجه منه الرجال ومن دخل في هذا الأمر بالكتاب والسنة بالكتاب والمعرفة بالكتاب والسنة السنة الحقيقية إنها سنة محمد وآل محمد من دخل في دين العترة بالكتاب والسنة زالت الجبال ولا يزول زالت الجبال ولا يزول وهذا هو الذي فعلته أنا إنني ما دخلت في دين العترة بالرجال فلا أعبأ بالرجال إنما دخلت في دين العترة بالكتاب والسنة بحثت في كل المكتبة الشيعية وبحثت في كل المكتبة السنية حتى عرفت الحقيقة كاملة واتضحت الصورة عندي جليتان ليس هناك من دين لمحمد صلى الله عليه وآله إلا في عترته الطاهرة المطهرة فمن دخل في هذا الدين في دين العترة بالرجال أخرجه منه الرجال ومن دخل بالكتاب والسنة زالت الجبال ولا يزول ولذا أقول لكم إنها لنصيحة ذهبية احترموا عقولكم واعتمدوا على أنفسكم ولا تستعينوا بأي شيعي يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي لا لأنها برامجي لأنها كتب متلفزة هناك آلاف من الساعات تتشكل منها موسوعة من الكتب المتلفزة موسوعة كبيرة جدا جدا بإمكانكم أن تعودوا إلى تلك البرامج على سبيل النصيحة والتوجيه إذا أردتم أن تبدأوا بمراجعة هذه البرامج عليكم أن تستمروا إذا تعاملتم معها بشكل متقطع لن تنتفعوا منها وعليكم أن تكملوا البرنامج كاملا ليس ضروريا أن تحفظوا كل المعلومات هذه كتب متلفزة فيها الكثير من المعلومات التي قد لا تكون ضرورية بالنسبة لكم وإنما حاولوا أن تسجلوا ملاحظات مجزة بخصوص كل حلقة تتابعونها حتى لو سجلتم ملاحظة واحدة أو ملاحظتين من كل حلقة وهذا يكفيكم لأن البرامج طويلة ولأن الحلقات كثيرة لو سألتموني من أين نبدأ أقول لكم ابدأوا من برنامج الأمان الأمان يا صاحب الزمان هذا البرنامج سيعرفكم بتأريخ إمام زمانكم عليكم أن تعرفوا تأريخه قبل أن تعرفوا مقاماته هذا البرنامج يعرفكم بتأريخه وشؤونه برنامج طويل الأمان الأمان يا صاحب الزمان إذا ما أكملتم إذا ما أكملتم إذا كنتم قادرين على أن تتابعوا برنامج الخاتم من أوله هو برنامج طويل نحن اليوم في الحلقة أربعمية واثنين واربعين برنامج طويل جدا إذا كنتم قادرين على متابعة هذا البرنامج إنه موسوعة معرفية عقائدية مهمة جدا مهمة جدا تغير حياتكم لكنكم إذا لم تكونوا قادرين على متابعة هذا البرنامج بطوله فاذهبوا إلى مجموعة حلقات أعرف إمامك لن تجدوا عقيدة دين العترة في أي كتاب أو في أي برنامج تلفزيوني كما عرض وبين وشرح وفصل في هذه الحلقات مجموعة حلقات أعرف إمامك من برنامج الخاتمة وإذا أردتم أن تزدادوا معرفة ونورا في حقائق دين العترة الطاهرة فاذهبوا إلى مجموعة حلقات هذا هو الحسين وهناك الكثير من البرامج لكنني ذكرت لكم هذه العناوين مفتاحا بوابة اعتمدوا على أنفسكم المطالب التي لا تعرفونها لا تعبأ بها كلامي الذي ليس واضحا ألقوا به في المزبلة ليس مهما خذوا المعاني الواضحة الصريحة المعاني التي ربما أسأت التعبير فيها لم أكن موفقا في عرضها بشكل واضح وصريح المعاني التي ربما أخطأت فيها في بيانها وشخصتم الخطأ والاشتباه ألقوا بها في المزبلة ليس مهما لا تقدسوا أحدان لا تقدسوا برنامجان ولا تقدسوا كلاما قدسوا محمدا وآل محمد فقط هذا هو دين محمد أولو الأمر هؤلاء ولا يوجد شخص آخر القربة هؤلاء الذين مدحوا وما ذموا والله لقد أنصفتكم وقد أنصفت نفسي قبل أن أنصفكم أنصفتكم وأنصفت الحقيقة العلمية وأنصفت البيانة الديني وأنصفت الوظيفة الإعلامية لقد أنصفتكم وهذا الذي أستطيع أن أفعله يا شباب السنة في الجامعات وحتى في المساجد وفي كل مكان أنا على علم من أن الكثير منكم يتابعون برامجي لأنني أنتقد دين الشيعة ولأنني أكشف عن الكثير من الحقائق التي لا يكشفها أحد عن واقعي الحياة السياسية وعن واقع ما يجري في العالم في برامجي أنا صادق معكم ولا أريد شيئا منكم عرضت الحقائق بين أيديكم الأمر راجع إليكم وأنا أقولها لكم من أن علماء السنة ومن أن سياسي السنة سيبدأون بإثارة التهم والأباطيل والأقاويل حولي ولا أبالي فإن أبناء جلدتي يفعلون هذا معي ولا أبالي الحياة أيام أيام وتنتهي وبالنسبة لي فقد أكلت أكثر عمري وما بقي في الكأس من عمري إلا ثمالة ثمالة وثمالة قليلة الأيام تنقضي لكن الحقائق لا تنقضي والأكاذيب مهما طال الزمان بها سيأتي اليوم الذي يكون حبلها قصيرا منقطعا ستأتي الحقيقة بشفرتها الحادة كي تقطع حبل الأكاذيب هذه هي الدنيا وحينما سنموت سننسى لكننا بعد الموت هناك سنذكر ونسأل سننسى هنا لكننا بعد الموت سنذكر هناك وسنسأل أنتم تحبون محمدا الذي يريد الله منكم أن تحبوه ونحن كذلك نحن نحب محمدا الذي يريد الله منا أن نحبه لكننا خدعنا أحببنا محمدا غير الذي يريده الله أحببنا محمدا الذي اصطنعه لنا المراجع الطوسيون اللعناء في حوزة النجف وكربلاء وأنتم كذلك أحببتم محمدا آخر فابحثوا عن محمد الذي يريد الله منكم أن تحبوه وأن تكونوا على دينه وأن تتمسكوا بولايته وأن تتبرأوا من أعدائه ابحثوا عن محمد الله وهجروا محمد البخاري ومحمد أئمة المذاهب العباسية غادروا محمد النجف وكربلاء إنني أتحدث عن الحوزة الطوسية اللعينة لا أتحدث عن أرض النجف وأرض كربلاء التي هي أرض محمد وآل محمد ولا أتحدث عن عوام الشيعة البسطاء الذين هم ضحية مضحوك عليهم ابحثوا عن محمد الذي يريد الله منكم أن تحبوه وأن تتمسك بدينه وضعت الحقائق بين أيديكم أتمنى لكم التوفيق نلتقي إن شاء الله تعالى في لقاءات أخرى إن سنحت الفرصة كي أحدثكم عن الأكاذيب التي كذبت عليكم نذهب إلى فاصل